اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في نهاية المطاف ولكن احيانا الأمور تكون مركبة الأمور تكون عبارة عن طبقات فوق طبقات فوق طبقات فوق طبقات وانت عليك انك تكشف عبدالهادي شو رأيك؟ يعني كيفما انت شرحت احنا عمليا صح ننقل الواقع ونصور ونشوف بنظرة اخرى بس يعني بالنهاية باخر المطاف هذه وجهات نظر هذه تحليل الواقع اللي احنا بنشوفه الواقع المزبوط يعني ما في رتوش الواقع المزبوط نبلش في موضوع الاضرابات والاحتجاجات اللي بلشت تتوسع طبعا انا شايف انه اليوم منظمين الاحتجاجات طبعا خرجوا من دائرة من الدائرة كابلن وايالون والمفتركات الترك في الدولي وبلشوا يسكروا في مرافق حيوية في الدولي انا حسب رأي حكمة وهاب انه الوضع انا اشبهه كالامرأة الحامل يعني المظاهرات وطيرتها بتزيد الاعداد بتتزايد التصعيد بزيد من يوم ليوم من شهر لشهر والسؤال يسأل شو هذه الامرأة الحامل ماذا ستلد بعد كل هذه الفترة وهل هي الفترة هي فترة واضحة ومعلومة لانها هي تسعة شهر خلينا نسأل غرفة الولادي هنا هاي فترة مخاض تحديدا اذا مخاض وصلنا في مرحب ايهاب ايهاب مخاض انا بالنظر هنا في فترة مخاض يعني حتى مفهوم على سبيل المثال كل الشوخ اللي قاعد نشوفها اليوم في الشارع الاسرائيلي اظن انها شوخ يمكن كانت فترة معينة في فترة السبعينيات او اخر السبعينيات وبعدها تلاشت بسرعة رغم انها بقيت في الاجواء بقيت مشحونة في الاجواء كل هاي الطبقات اللي حتحدثنا عنها بالبداية اليوم قاعد بتتفجر ولكن احد 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 قادة منظمين الاحتجاجات موشي رادمن قال بالحرف الواحد احتجاجات لن تشهد ولم تشهد لهذه الدولة صحيح يعني هون احنا فيتين على تصعيد اكبر وانا بتحدث لما تحدثنا عن المخاض يعني الواقع الاسرائيلي السياسي فيها دائما كان مركب لكن على مدى تعالى نكون لحد قبل 15 عام تحديدا اليمين واليسار الاسرائيلي كان الفيصل بينهم هو القضية الفلسطينية كان موقفهم من القضية الفلسطينية هو الفيصل بينهم مع او ضد مع او ضد الان او يمين القضية الفلسطينية او يسار القضية الفلسطينية حل الدولتين او حل الدولة الواحدة الان احنا وصلنا لفيصل جديد اللي المرة الاولى بتوقع اللي الصهيونية كصهيونية هي بتكون الفيصل في اليمين واليسار الاسرائيلي من هم تواجدون على يمين هذه الصهيونية أكثر تزمتاً وأكثر تشدداً ومن هم موجودين على يسار هذه الصهيونية في لبرالي معينة ويسارية معينة ممكن أنا أصلح هذا رأي الصهيونية أنا بجوز بتلاك في اليسار صهيونيين أكثر من اليمين الصهيونية لا تمت بصلة ولا لأي طرف كلهم بتنازعون أنا صهيوني أكثر منك أعتقد أنه أنا لوجهة نظر أخرى. أعتقد أنه الأزمة الموجودة أو المخاض أو صعوبة الأمر والتصعيد لنشهده اللي هي لم تشهد دولة ولا مرة هذه الاحتجاجات اللي ربما ممكن توصل لعسيان مدني. لا ربما وهذا بسبب شيء واضح. في الفترة الأخيرة دولات الانتخابية متتالية كانت الانتخابات تلد حكومة جديدة تشكيلة جديدة ثم تلد تشكيلة اللي فيها عملية انتخابات جديدة موعد قريب من الانتخابات واليوم ما يحصل كأنه في الجو كأن الحكومة ستسقط. وهذا غير وارد لأن حكومة اليمين اليوم يمين يمين هي في 64 نائب هي ثابتة وقوية جدا ومن جهة أخرى هناك احتجاج كبير أكثر من نصف الشعب لا يوافق أجندة هذه الحكومة هذا التصادم هذا التصادم لربما يولد انفجار كبير ثابتة هي متجانسة لكنها أبدا غير متجالسة وضعف هذه الحكومة أنها تشبه بعضها لدرجة أنه فجأة صار كل واحد من تركيبات هذه الحكومة يحاول أنه يميز حاله عن المركبات الثانية بهذه الحكومة بنهج انتخابات ولكن انت حكيت شغلي جدا صح الحكومات في إسرائيل تنتحر ولا تقتل أي بمكلمات أخرى تنتحر ولا تقتل الحكومات في إسرائيل على مدارها من 75 عام لا المظاهرات ولا الحروبات ولا المعارضة ولا الاحتجاجات هي التي قتلت هذه الحكومات كانت تموت من الداخل أكيد نسبة لماذا أقول الثابتة نسبة لما شهدنا من حكومات سابقة تحدث عن خمس دورات انتخابية أربع دورات انتخابية كان فيه نوع هذه الحكومة نوعا ما في الصمغ اللي يركبها صمغ أكبر كيف ما بنقول في اللغة العالمية وكيف ما ستاتنا بقول بالآخر وقت ما تأزم الأمور كل جاجة بترجع لكنها يعني بالآخر الاربع وستين مهما اختلفوا ومهما تناحروا في النهاية سيرجعون إلى طاولة واحدة وهي المصلحة الكل أنه تظل الحكومة ويظل بن يمين نتنياهو رئيس الحكومة حسب رأيكم رايحة التصعيد أنا قزل على التصعيد أنا يا ريت برضو تحطوا الإصبع على الجروح اليوم منظمين الاحتجاجات بيهددوا أشكر خبر والشرطة من ناحية ثانية بتقول سنضرب من حديد اللي أبيبي نتنياهو في آخر جلسة في الحكومة في الحكومة قالها لما قرأ عن وركة قال كل من يخرج عن القانون أو يخالف القانون سنضرب بيد من حديد تصعيد هل اليوم رايحين 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 نشوف دم في الشوارع الحكاة عام سؤال عام رمز رمز شغلي جدا مثير الاهتمام هل وكان هناك تصريحات في مكاتب الوزير وزير إتمر أنه أضرب الجماجم ومليلي إخلوف زي ما هو طلب هذا سؤال مفيد للاهتمام هل هي مجرد شوشرة إعلامية وشوشرة علاقات عامة أم عن جد كان هذا الحديث وارد جدا في داخل الغرف المغلقة هذه النقطة يجب أن نخذها بعين الاعتبار أنا لا أستبعد بالمناسبة أنه كان هناك منادى لاستعمال أنموع من العنف أشد بالذات أنه واحدة من الأمور أو التصريحات التي كانت خلال هذا الأسبوع أنه هناك لاجب أن يكون موازنة في الكبت وليس موازنة في الحرية يعني أنا من جهتي زي ما بتكبت الحرديم وزي ما بتتعامل مع الأثيوبية بدي أكت طبعا محدد طرق للعرب بالمناسبة بدي أكت تتعامل مع الأشكناز في كابلان هاي كانت الموازنة ومش أنه زي ما تتعاملت مع الأشكناز في كابلان نروح يتعامل مع الحرديم والأثيوبية يعني نشوف المفارقة التي كانت بس لكن هناك كثير من التناقض والتقطب يعني بهذا الموضوع يعني نشوف اليوم حتى المستشار القانوني للحكومة عليها في ضغط كابل هجوم لم يسبق لهم في تاريخ دولة إسرائيل مزبور هناك تصدعات في كل الميادين يعني حتى في جهاز الشرطة أعتقد هناك يعني الكثير من التناقض وكثير من الجدل بين الضباط نفسهم ما بين جهاز الشرطة نفسه في الشارع نتحدث يعني حتى بالمعطيات أكثر من 500 معتقل أنت بتحكي عن خمس بس واحد اتهام قدمت يعني كمية المرونة في الأمر لأنه موضوع الاحتجاجات هل في نقطة مهمة جدا برضو في تصعيد عند الشرطة قصد التصعيد عند الشرطة في نقطة مهمة جدا هل سيصعدون معاملتهم مع منظمي الاحتجاجات المؤسسات المؤسسات في إسرائيل إن كان الشرطة إن كان وزارة التعليم إن كان كل المؤسسات الرسمية في إسرائيل تشتغل بمنظومة الناد المغلق أي بكلمات أخرى هيك إحنا نشتغل هيك إحنا متعودين بتخاف من التغيير ريفورمة في نهاية المطاف رح تعمل تغيير شاملي مش بس ريفورمة قضائية هي بتبدأ برفورمة قضائية ما بعدها رح يكون في ريفورمة بالتعليم ما بعدها رح يكون في ريفورمة بأليات تنفيذ وما إلى ذلك الشرطة كمؤسسة ومن يقف الضباط الكبار في نهاية المطاف يعلمون جيدا أن هذه الموجة من التعديلات القضائية رح تشمل تعديلات مفاق فبالتالي النواية الشخصية لا يمكن فصل النواية الشخصية عن هذا المهم مش بس هيك بالآخر هناك مسؤولية كبيرة وتقع ننساش أنه في عندنا وزير بينكفير اللي هو عمليا لا يملك الخبرة الكافية غريب عن المؤسسة غريب عن المؤسسة عليه كثير من الانتقاد تصريحاته غير مكبول في المؤسسة غير مكبول يعني أفراد الشرطة بحبوش شي يتعاملوا مع وزير مش منهم تعالوا كل هاي بكلمات أخرى يعني شفنا كيف يتعاملوا مع حاين برليف مع سيغلوفيت مع حتى ميكي ليفي ما قبل ذلك كان في عندهم نوع من التعامل بحفوا كيف يأخذوا ويعطوا مع هذه الوزارات لكن عندما كان الحديث حتى مع إردان يمكن القول عرفوا يحتو بكلمات لكن إيه تمار بين كفير هو لطفي هو إشي من براء ومش بس طيب يعني إحنا لقد كنا شح خلينا في الشؤون طبعا السياسية ولكن بدي أخرجكم خارج الحدود في الفترة الأخيرة بتعرف وضع إسرائيل دوليا اليوم مو أنا سمعتها من أكم من أكثر من أكثر مسؤول إن كان في الداخل أو في الخارج بكل أشكر خبر وضع إسرائيل دوليا دون المستوى المطلوب يعني بلشنا في تراجع خلينا نقول مثل ما قالوها بتعرف هبوط حر هبوط حر في التعامل من كبال الغرب وبالذات أمريكا مع دولة إسرائيل وخير دليل على ذلك تصريح بايدن الأخير كدش رح يأثر من وجهة نظركم على السياسة الداخلية هو يعني أخي حكمة بأثر حاليا مرحلة التأثير بلشت وبدأت تصريحات جو بايدن تدل على إن هناك الكثير من الأمور اللي لا تعجب البيت الأبيض بما يجري في دولة إسرائيل في حكومة إسرائيل اليوم في جانبين الجانب الاقتصادي الجانب فيه يعني تدهور يعني الكثير من المستثمرين خرج البلاد ولا يستثمرون في البلاد وهذا ما نشهده الآن في عالم الهايتك وشايفينه في الساحة والباحة الاقتصادية في الباحة السياسية اليوم وضع نتنياهو وحكومة نتنياهو الصعب جدا يعني ليس من فراغ أنه الولايات المتحدة لم تدعو ابن يمين نتنياهو للزيارة يعني بنت كان هناك لبيت كان وتتحدث عن رئيس حكومة نقطة مهمة جدا نقطة مهمة جدا وراء تصريح بايدن نقطة مهمة جدا هنا يجب أن نقف عندها في نهاية المطاف هناك دبلوماسيين اثنين اللي أنا حصب رأي دولة إسرائيل تكنن لهم بالكثير شمعون بيرس وبن يمين نتنياهو عملوا جاهدين وعملوا الكثير من أجل العلاقات الدولية لدولة إسرائيل مع الخارج ولكن بن يمين نتنياهو منذ عام 2018 2019 استراتيجيات وتكتيك وتكتيك بتعامله يختلف كليا عما كان ما قبل ذلك ما قبل تلك الفترة وظن أن بن يمين نتنياهو أحد أهم الأمور اللي بأخذ بها بعين الاعتبار كل قضية الريفورما وووو لأنه عمل جاهدا عمل جاهدا على تسويق إسرائيل خارجيا ولن يسبح لنفسه بأن يذكره التاريخ بأنه لضرب مصالح إسرائيل في الخارج والعلاقات الدولية الآن هناك في حكومة نتنياهو الأخير هناك طرفين سموترش وبينجفير تحديدا بالاسم عودة إلى بينجفير اللي بتنظر إليهم الإدارة الأمريكية كتهديد قومي مباشر لأمنها القومي مين منكم؟ وهذا يعني تصريح حتى تصريحة مربينجفير أمس ردا على بايدن عفوا الأسبوع طب يا عمي أسبوع كان واضح جدا أنه اللي بتنظر إليه كنوع من التهديد فبالتالي أنا بنظر هو ليس يعني الولايات المتحدة كما الأجهزة الأمنية بإسرائيل بالمناسبة تعرف كيف تتعامل جيدا وربما أريح لإله نتشتغل مع بن يمين نتنياو لأنها اشتغلت معه على فترة سابقة طويلة ولكن أمركبات فقمته الحالية هي المشكلة مين منكم إلو علاقات مع الأمريكان مع جو بايدن بدنا جلسي قريب يعملوا له جلسي قريب يعني لبي بي بي نتنياو طلع بي بي نتنياو اليوم ببكي بده يروح على واشنطن طيب على مش بديش بديش يسمي ملف أنا على جبهة ثاني وهي اليوم كل المراقبين العسكريين مش بس في الشرق الأوسط بالعالم ينتظرون شو بده يصير خمتين نصبهم حزب الله فشلة المفاوضات اللي قامت فيها أمريكا وفرنسا مع حزب الله بي بي نتنياو بي جي خبر أمني وهو أكثر المحللين العسكريين قالوا أجاء أنه لأبيبي نتنياو فلذلك ترك بعد عشر دقائق من جلسة حكومة قالوا له فشلة المفاوضات هون في تصعيد على الجبهة الشمالية دونوا أن الجبهة الشمالية دائما كانت متوترة هذا ليس بالأمر الجديد السؤال هو مش هل في تصعيد أو لا السؤال هو وين تراح يكون التصعيد هذا سؤال اللي يضيطه دائما يعني في تصعيد بس المسيح السؤال وينت هو السؤال مش بس وينت السؤال كدهش احنا قربنا أو كدهش بعدنا لأنه في نهاية المطاف هناك عوامل اللي بتأثر على بعدنا أو قربنا تحديدا في هذه الفترة في هذا الأسبوع احنا أقرب من أي فترة كنا إلى هذا التصعيد لكن احتمال احتمال وهذا كان أكثر من مرة أنه هذا التصعيد يرجع يخف ويرجع داك يعني على سبيل المثال العلاقات علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل متدهوي حزب الله يستغل هذا العلاقة الثانية كذلك الملف النور الإيراني كمان هي النقطة اللي يستغل حزب الله اللي تلعب بهذا الموضوع وإسرائيل كذلك بالتوالي وضع الولايات المتحدة بالمنطقة وسيطيتها وتعاملها مع كثير من الأقاليم كذلك شوي في عندك كثير من إنشغلات والأهم من ذلك كذلك حزب الله ينظر لما يحدث في داخل إسرائيل كضعف اللي يستغل تحليلك عبد أنا أعتقد التصعيد ليس متعلق أو منوت بطرف واحد يعني الكثير من الأطراف متعلقة في هذا الموضوع ولا نستبعد أنه أيضا أنه يكون هناك تصعيد اللي هو لا يسبق مراحل بدائية أو يعني تحذير معين قبل التصعيد ممكن الأمور تأتينا بشكل مفاجئ مثل موجة التسونامي يعني من دون ولا أي سابق انظار يأتي تصعيد لأنه الأحداث الأخيرة كيف شفنا في التعامل وكيف الشرق الأوسط في كل العوامل المنصهرة فيه هو يعني مثل البركان شو بركان بلا أنا اسمعت محللين اسمعت محللين أنه حكومة إسرائيل ما بدأت تعترف في فشلها في عملية جنين الأخيرة ما بدهم أما داخليا عارفين أنه العملية اللي قاموا فيها في مخيم جنين أصبح حتى الجدار هل ممكن أنه يغطي بيبي نتنياهو حكومته في عندك على هجومه على لبنان على عملية جنين مثلا عام 2019 كان ما يسمى هناك اسمه أيام حرب يعني عمليا كان فيه مواجهات معينة على جبهة شمالية تحديدا والطرفين كانوا غير معنيين بتصعيد بس هي كانت بحاجة لتنفيس الحالي كانت بحاجة لتنفيس الآن الأمور كذلك تحدثت عن كثير من العوامل وكثير من الأطراف وأنا وافق هنا جدا نقطة مهمة جدا في نهاية المطاف اسوائيل تخاف من حالي وحدي أن يكون في عندها وحدة في الصف ويكون عندها عدة جبهات اللي لازم أنها تتواجد فيها وتحديدا فلسطينية هي تخاف من وحدة الصف الفلسطيني أمنيا يعني مواجهة اللي ممكن يكون فيها وحدة في الصف الفلسطيني لأنه بالتالي ممكن يؤدي لحالي من حالي سياسي أي وحدة فلسطينيين قصدك؟ هذا ما تخشى اسوائيل في حال ما أنت شايف يعني مين بدون سيطر على الضف الخلاف مين بدون سيطر على الضف في حماس ولا فتح أعتقد الأمر يرجع إلى وهذا سمعتم من أحد المحللين في الجيش فقال أنه عمليا الأمر هو ليس موضوع السلطة الفلسطينية يعرفون جيدا أنه الاجتياح الأخير في جنين ضر وأوجع السلطة الفلسطينية يعني لأنه عمليا السلطة الفلسطينية يقول لك إحنا نشتغل بالنهار أنتوا جئتوا تشتغلوا بالليل فهذا التضارب والتناقض أضعف السلطة الفلسطينية اليوم المسؤولين في جهاز الأمين والمحللين والسياسين يختلفون مع سياسة الحكومة الحالية وفي القرارات الخير وفي جنين ليس بسبب أنهم محبين الفلسطينيين وإنما يقول لك طرح إعطاء تسهيلات للسلطة الوطنية اليوم الجدال وهنا سموتريت وبينكفير عارضوا هذه التسهيل وعائق آخر ومشكلة أخرى لأنه سلطة فلسطينية قوية يعني تساوي أمن أفضل في الضفة الغربية للدولة لدولة إسرائيل يعني خليل يقول هاي الزاوية أو هذا الركن إسرائيل يعني ممن عليه خليل قصد ممكن أخي إيهاب أنه موضوع عزة لبنان جبهات عزة جبهات ولكن تضرب مرة وحدة فهي عمليا تشكل نوع أن الوحدي وليست الوحدي أنه في تلاؤم أو موائمة لأنه حكمة بقول ما في موائمة لا هم نحن 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 نتحدث عن موائمة ولكن في حال وجود حالة أمنية حالة أمنية هنا نتحدث عن حالة أمنية وليس عن مواجهة أو معركة حالة أمنية تعتبر حالة أمنية لأنها امتدت على عدة فترة طويلة جدا نوعا ما وكان ما كان في إلها بقرة جغرافية معينة بالتالي لو كان في عنا حالة أمنية بالضعي بالوضع الرهن الذي نحن موجود هنا وضعف السلطة ممكن هذا بالتالي أنه يؤدي لتفكك السلطة خطة من الداخل وهذا سنواري تخشى إسرائيل وهذا سنواري تخشى إسرائيل تحليل الخاص لأنه برضو طلعت من وكالة أنباء عالمي خبر مهم جدا أنه تم دخول جنين تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة الأمن الفلسطينية يعني محمود عباس كان يعرف أنهم بدون يدخلوا جنين في أنا عندي تساؤل أخير ممكن نحطه لإلنا عن جد قلياتنا على الطاولة في عامل عالم اجتماع قال ميل دورك هايم قال لما يصير فيه تهديد خارجي التضامن أو التلاحم الداخلي بزيد فالسؤال هل هنا فيه موجود عندنا ونشايفين فيه نوع من التوتر وممكن يصير فيه تصعيد أمن هل من الممكن للحكومة تتخذ قرار لتصعيد أمن وجبهات عديدة في الشمال وفي الضفة وفي غزة بالسابق من أجل أن يكون هناك تشتت وتبخر لما يجري في شوارع تل أبيب هذا السؤال اللي يضع على الطاقة هس أنا سؤال التالي إحنا من بداية البرنامج تعرف حللنا الحكومة حللنا الأوضاع داخليا خارجيا بايدن حزب الله السلطة الالطانية الفلسطينية ولكن السؤال الأهم وأنا حابب برضو ننهي البرنامج فيه النقاش عنا خمس دكايق من نغدر تعرف نتماقش من نوان لواشنطن شو وين موقع من الإعراب أحزابنا العربية اللي داخل وعضاء الكنيسة العربية اللي موجودة مع كل اللي حكيناه يعني وين هم تعالوا تمنى أم تعرف نخيط لبيض على السود لخضر على الحمر نصفر على بعرفش تعال نخيط سوا تفضلوا أعتقد أنا حسب رأي أنه اللي سألنا ما في مصطلح حتى في الإعراب يصف الحالي حتى في الإعراب والعرابي لا يصف حالتنا احنا حتى مش أعضاء الكنيسر وأيضا كمجتمع عربي يعني حقيقة لأنه إحنا عمليا عمليا وكأننا نعيش نعيش في عالم آخر يعني إحنا اللي ملهينا الآن عن جد حقيقة الواجع والألم والنزيف اللي ننزفه في الجريمة يعني اليوم عدد الضحايا اللي بتشوفها في الجريمة لو وازيتها مع عدد الضحايا اللي في الضفة مثلا تجد أنه أقل أو في غزة حتى يعني كنسبة للعدد السكاني ونسبة للظروف ونسبة للغزة فوضعنا جدا صعب من هذا الناحية الأمر الآخر مثل الضفة وغزة حكيت؟ مثل الضفة لا لحظة لا هي النقطة مهمة جدا عدد القتلى في الضفة للمئة ألف هي النقطة مهمة جدا لازم نوضحها سفر نقطة ثمانية ساقيل لكل مئة ألف 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 ضرب عشر ضرب عشر أنا أقصده صحيح هي النقطة مهمة جدا ووضعنا أسوأ هذا اللي أنا أقصده ووضعنا أسوأ في مقارنة فبالتالي اليوم عضاء الكنيس أعتقد فيه نوع من البلبل في التوجه لهذا الأمر لأنه فيه عندك معارضة عبدالهدي أنا بدي أطلب منك قيم لي أعضاء الكنيسة العربي تقييم إيهاب تقييم أعتقد أنتفضل هنا في نقطة مهمة جدا أظن أنه في الحكومة العام والنصف الأخير ربما هي كانت لحظة مفارقة نوعا ما في اللوحة السياسية في الداخل الفلسطيني في إسرائيل وأظن أن الموحدة كتبت شروط مغير للعبة تذكر تنسب إليها ويجب أن نذكر إليها السؤال أنك تدخل إلى ائتلاف في داخل حكومات إسرائيل على مضاد بغض النظر أنا أظن أن هذه لحظة التي يجب أن تذكر يجب أن تسجل السؤال هل كان الثمن مجدي هذا سؤال آخر هل دخلت مقابل أثمان صحيحة هذا سؤال آخر أنا بنظري أخطأت في كثير من الأثمان شك لك شك لك في عندك شك أنا أعتقد أنا أخضر عمد أعتقد أنا أعتقد أنا أعتقد أخطأت وأخطأت أعتقد أنه بالنسبة لما يذكر للموحدة على الأقل من محل اللي فيه سبعين سنة مكانك سر وعدم التأثير وعدم الدخول للساحة اليوم إحنا شو من طالب إحنا يجب أن نكون واقعيين من طالب في التأثير من طالب في التغيير وضع الموافق ما عملته القامة العربية الموحدة وطبيعي جدا في الاجتهاد الجديد يعني بتقول أنه أخطأ عبد لا أنا أقول أنه أخطأ في التقييم أنه أنه نحط سهم أو أصابع الاتهام كتقييم لنشاط الموحدة أعتقد أنه هي لم تأخذ الوقت الكافي وكمجتمع هناك الكثير يعني أنا أرى الأمر بمهنية وموضوعية لكن الأثمان عبد الأثمان التي وضعت على الطاولة الأثمان التي وضعت نوعا ما أي أثمان ومجتمعك ينزف مجتمعك ينزف في الجريم والعرض كل ثمن أي ثمن الثمن الثمن ندفعه كل يوم عندما نرى في أشوارعنا في حاراتنا نرى الدم يسيل وهنا اليوم نشهد وضعنا قعدا كنس ولا يعني من جميع الجهات اليوم حدا يذكرهم لديهم تأثير المعارضة المعارضة أو الإتلاف ينظر أو يعمل إحساب في نقطة نسمي الولد باسمه بس نسمي الولد باسمه هالنقطة مهمة جدا أنا برضو بما أنك أنت ذكرت العنف والجريمة فبحب أوقف عندها العنف والجريمة فيش فيها فواكه سريعة فيش فيها أنه أوكي فطنا على الحكومة فجأة العنف والجريمة بده يختفي بالعكس لما العنف والجريمة إذا دخلنا على الحكومة والعنف والجريمة اختفى أنا هنا بدي أسأل كثير أسئلة بدي أسئلة أسئلة تشاك ياب ياب بكتك الأحزاب أنا هنا هنا نقطة مهمة جدا شو تقييمك للأحزاب صدوك شوي في هنا نقطة مهمة جدا هنا في نقطة مصمدة أو ضحي النقطة بعدين باجل تغربش في الجواب تغربش في الجواب تغربش في الجواب سنكون واضحين أزيد خطواتها أخفقت فيها كان لديها بعض الأخطاء مش الكل شيء ولكن التوجه الآخر عيمن عودي على سبيل المثال وأجبها تحديدا أجبها تحديدا وأيمن عودي وهن يقال في حق الموحدة الموحدة لم تخترق هذا العجل هذا الضوار أيمن عودي كان ينادي بمقامة به الموحدة تقريبا من 2015 لحديت 2019-2020 هذا كان خطاب أيمن عودي لما تركبت هذه الحكومة أول من وقف ضدها أجبها أيمن عودي وقف ضد هذه الحكومة على تركيبتها هذا كان هناك يجب أن نقول أن هنا كان في مطامع شخصية على ما يبدو وكان في مزامع شخصية هذه النقطة يجب أن تذكر بطبيعة الحال هذه هي الصورة الحالية هذه الصورة الحالية هذه الصورة الحالية يعني اليوم كيف ينظر حسب رأيك عبدالهادي وإيهاب اليوم المجتمع العربي كيف ينظر في خيب الأمال إذا جيت اليوم عملت أنت وصنعت أنا يعني بقول حسب نبض الشارع والواحد متواجد ما بين أبناء شعبه وشايف اليوم اليوم المجتمع العربي إذا جيت تحكي معه عن انتخابات أصلا الانتخابات المحلية ما فيش رئي لها في حرارة لا يعني حتى الانتخابات المحلية صحيح اليوم إحنا في صحيح عبداليا عبداليا في أصوات في أصوات اللي أنا بذكرها كانت فعالة جدا في مضموى الانتخابات المحلية وكان جاي تعمل التغيير وأصوات أصوات مهمة هالانتخابات بني أحكي لك إياه ليش وأنا أقول لسببين السبب الأول الوضع المزري والواقع المؤلم الأمر الثاني انعدام الأمل يا جماعة البشرية تعيش بالأمل كلنا عارفين في الآخر منا نموت صح أو لا بس لما أجر وكان فيه هناك نوعا من الأمل ونختلف عن الآلية هذا الأمل اللي كان موجود إنك جزء من التأثير اللي قامت فيه القائمة العربية الموحدة كان كفيل في أنه يعطي حتى الشارع تعالت نقول طعم نفس يطلع على الانتخابات يحاول كنا فيه مصار اللي ربما نزيد مشاركتنا وتأثيرنا اليوم في انتخابات محلية وهذا افحصوا كلامي لربما في شهر عشر فيه عن انتخابات محلية في المجلس المحلية شوف نسبة التصويت ستكون كم وتعالت نجتمع بعد ما يصير انتخابات اليوم شو عصب رأيك عندنا راح تنخفض في المجتمع العربي شو رأيك اهاب أنا واخفك جدا راح تنخفض هناك خيبة أمل كبيرة ونوافق تحديدا مع عبد لأنه أصوات اللي كنت اسمعها أصوات اللي كانت تنادي بالتغير أصوات اللي كانت موافقين الرأي مع بعض خلينا شوية نوافق طيب أما بتوقع راح تكون نسبة من خفض حتى من نسبة الدفاع الجبهة كان لها عدة بلديات مثل الناصري مثل عرابي مثل سخنين بس اليوم احنا منشوف انه صار فيه بديلة جبهة اللي هي العربية الموحدة الموحدة اليوم برضو في لها خلينا نقول مرشحين في كل بلد واليوم قاعدين برضو بطرحوا شخصيات جداد على الساحة السياسية المحلية في الانتخابات المحلية شو رأيكم هل الموحدة تتوسع أكثر وأكثر أعتقد هي مش بس انه فكرة الموحدة اليوم المجتمع العربي يعني ما خلق في السنوات الأخيرة كأنه معسكرين يعني من محل اللي كانت فيه زي ما قال لك أخي هاب انه كيف المشتركة لما كانت مشتركة وكان فيه يعني يرأسها أي من عودي كان الأجندة واضحة هي لا المشاركة والتأثير وكل هذه الأجندة الواضحة بعد ما صارت الموحدة وأخذت تعالت نقول صار فيه المجتمع العربي ربما نقول فيه يسار وفيه يمين حتى في المجتمع العربي هذا هذا عجبك المسترعي هاب معك شيء ثاني معك شيء ثاني معك شيء ثاني الخمول في الانتخابات المحلية هو ممتاز لأنه هو دليل وواضح على ما سوف يأتي ما بعد هذه الانتخابات وما بعدها وأتوقع أن هنا فيه ضر مهم جدا الموحدة أنها تبدأ وتبدأ تغير في تركيبة اللعبة السياسية اللعبة السياسية المحلية تماما كما تأخذ ضوء باقي الأحزاب دعم شكرا إيهاب جمرين شكرا عبدالهادي خروب بهذا مشاهدنا الكرام نأتي لنتهي الحلقة من دول الكنيسة على أمل لقابكم في الأسبوع المقبل بمشاعة الله إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى